في هذا الفيديو سنتعرف سواء على كيفية شراء استضافة مشتركة من شركة هوستي جيتر الشهيرة وبشكل مختصر وسنعرفكم على عرضنا الخاص على شركة هوستي جيتر لكن في آخر الفيديو تابعونا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي وقضوا الصلاة والتمنى على سيدنا محمد وعصاح في أجمال وبعد كيف حالكم إخواني اليوم رح نتعرف سواء كيفية شراء استضافة مشتركة من شركة هوستي جيتر الشهيرة نحن أفرضنا لعدة مقالات بإمكانكم تطولوا عليه رح نحط الرابط بالدسكريبشون إذا كنتوا باليوتيوب عشان تتعمقوا أكتر والعرض إذا حبيت تشوف العرض تضغط هنا بي نزلك للعرض وعشان تشتري الاستضافة بتضغط من الرابط ده أو من الرابط اللي تحت العرض نفس الرابط تضغط هنا طبعا الخصم حسب وقت مشاتق للفيديو بختلف لكن الكوبون بيجي مد مجمع الزرار بتضغط هنا عشان نبدأ الشراء الآن زي ما احنا شايفين بإمكاننا أن ننتقل للشارد من هنا أفضل شارد هوستينج عشان نشوف الخطط الشارد اللي هي الاستضافة المشتركة فيه عن الثلاث خطط هاتشلينج وبيبي وبزنس عاملين خاصة مع الخطة الأولى ستين بالمية خمسة وستين الخطة الثانية والثالثة خمسة وستين برضو هنا الخطة الأولى بتسمح أنها بإنشاء موقع واحد فقط أما هنا الثانية والثالثة عدد غير محدود من المواقع هنا بيضغط الزر بتثبت الورد بريس وبرضو البقية فري وورد بريس يباني الويب سايت ترانسفير نقل الموقع يعني إذا حضرتك باستضافة تانية حبيت تنقل عليها مجانا يعني البندوث غير محدود برضو بكل الخطط وفري اس اس ال دي حماية هامة جدا الاشتي تي بي اس يعني عشان حفاية جوجل عشان جوجل كروم يفتح الصفحات فدي هامة جدا وفري دومين انكلود يعني الدومين راح يجي مجانا في عندنا الخطة الأولى دولارين وقمسة وسببين أو حسب وقت مشاتق للفيديو الخطة الثانية ثلاثة فاصلة خمسين والخطة الثالثة زي ما شفتوا وده الموقع اذا حبيتوا هنا التفاصيل اذا حبينا نستعرضه بشكل سريع زي مؤننا وان كليك فري وان يير دومين دومين لمدة السنة واحدة فقط ولكن بالخطة الثلاثة مجانا دومين واحد ولسنة واحدة وهنا ويبسايت بيلدر عندهم اداة منشئ مواقع مجانا راح يتضمن مع الخطة فري ويبسايت دومين ترانسفير يعني راح ينقلو لك الموقع الاستضافة او حتى الدومين يتعندك نقلو مجانا باندوث ديسك برضو عدد غير محدود الباندوث كم يتنقل البيانات او ديسك سبيس لكن والصراحة يعني راح يطالبك بسياسة الاستخدام العادلة فيعني بدي يكون ضعيف دي اقوى دي اقوى يعني لازم تخد بالك 45 يوم استرداد فلوسك Free SSL اللي قلنا عليها الحماية الهمة جدا راح يعطوك كوبون جوجل 150 دولار عشان تنشئ حملات لكن اعطاه ده لامريكا فقط هنا 100 دولار على مايكروسوفت على بينج آدس يمكن اعتقد امريكا وكندا يعني ده تشوف Free E-mail الـ E-mail مجاني اللي هو Free E-mail Business يعني مثلا نحن احنا E-mail تاني ما بتضمن وهنا SSL الخط المدفوعة طبعا في عندهم مجانا اولا كان دي اذا حبيت تطور يعني فمجانا فنحن مسلا حبينا نشوف اي خطة نشترك فيها لنفترض الخطة الاولى نضغط الآن تفتحنا النافذة دي دي مثلا اذا عاببين نشترك بالـ دومين زي ما قلنا او اذا عندنا دومين منضغط هنا ومنحط دومين بتاعنا عشان بعد نربطه بالاستضافة فنحن مثلا بيه انه بطلعنا دومين مجانا رح نجرب مثلا معا ومنحط هنا حسب الامتداد هو الآن بيعمل عملية فحص بيقول لي انه free ده وهنا اذا حبينا الامتداد ده بيكون مدفوع بالاضافة للـ free فنحن نتركه على free زي ما احنا شايفين الآن مننزل حدد ده الـ choose a hosting من نختار الاستضافة نحن اخترناها اذا هنا حبينا الخطة الخطة التانية او التالتة اللي هي شارد يعني هنا المدة اذا حابب طبعا في شهر 3 شهر 6 شهر سنة سنتين ثلاثة نحن بالنسبة للعرض حصرا ديكون سنة او سنتين او ثلاثة والافضل دائما انك يكون يعني زي ما انتم شايفين السنة 55 دولار السنتين 56 الثلاث سنوات 60 فنحن رح نحط سنتين نشوف لاني التجديد رح يكون 8 دولار تقريبا فالافضل معنا نحن الى سبطعش الى عشر الفين ثلاثة عشرين سنتين يعني واذا حبينا نجدد مروا على شركة تانية مش مشكلة يعني ما تجدد بنفس الشركة بنتقل الموقع ما في مشكلة قبل ثانية قبل الآن اميل ادريس بتحط هنا اميلك هنا بترجع بتكرر اميلك هنا بتحط الباسورد هو بقترح ولكن لازم تسيف المعلومات هنا بطلب من اربع ارقام عشان سيفون دي عشان تسيفون عندك عشان الرقم بين وعشان السابورت اذا طلبوا منك لو حتحكم هنا النملة البيات كله بنافذة واحدة الاسم الاول الكونية الشركة هنا الرقم الفون ادريس كل شي جنب والنجمة حمراء ضروري اما دي اختياري البلد المدينة الولاية زيب كود دير رامز التعريف او بيمكنك تقضوا من جوجل اذا مش عارفو الآن من المرحلة الاخيرة اللي هي الكريدت كار ولا كريدت كارت ولا بايبال اذا بايبال نضغط هنا ونرطب بايبال اذا كريدت كارت منحط هنا اسم طبعا جنبه نجمع يعني اسم صاحب البطاقة الرقم البطاقة اللي هو 16 رقم هنا 3 أرقام CVV للرقم السري 3 أرقام هنا تاريخ صلاحية البطاقة بالشهر وبالسنة دائم مش مهم يعني اختياري عشان درائب ما ما نفعله الآن بعد ما ننزل لتحت هنا إضافات إذا حابين نضيف أي خدمة مدفوع زي مؤنة الـ SSL إذا حابين تضيفها بالشهر يعني أن هم الشركات اللي استضافة دائما بيغلوا الإضافة المدفوع فالأفضل تنتبه أنه ما يكون في صح على كل هاتذول يعني عشان ما يضيفوا علينا شيء وده الكوبون اللي أجاب مجمعه زي مؤنة أو بتغير الكوبون حسب بعد ما اشتغل الفيديو نتأكد الآن من معلومات كله هنا استرداد فلوسنا 45 يوم هنا نحن اخترنا سنة إذا اخترت سنتين راح تدفع السنة التانية يعني راح تحط هنا اسم الخطة و24 شهر زي ما احنا شايفين طبعا السنة التانية لازم ندفع تجديد يعني قبل ما ينتيس سنة لازم نجدده الآن دي هوستنج الدون زي ما احنا شايفين فيها 14 دولار 95 سنت فلازم نتأكد اي خدمة من دول مفعلة نوقفهم من شغلهم كلهم مش مفعلة معناها في شي دي الدومين برايفيسي حماية الدومين دي 15 دولار تقريبا 14.95 منشيل الحماية عننا منشيل الصح عننا عشان ما يصير زي ما احنا شايفين الآن دومين ريجستري نزل المبلغ الدسكونت بتاعنا حسب او حسب او حسب او حسب او حسب الفيديو حاليا 125 دولار قصم ادي ضريبة 5 دولار حسب بلدك اللي حضرت فيها فحاليا لازم ندفع 88 دولار مجرد ما ننتهي نضغط على you have ونعطي check out now مجرد ما نضغط عليه بيتم عملية الشراء ويرسلنا ايميل على ايميل اللي نحن خطينا عليه مسجل دخول ايميل والباسورد ومن ننصب wordpress لو حد تحكم c-panel وندخل عليها بكده بكون شرحنا كل شيء وطبعا نحن عملنا شروح عملي على اكتر شركات الاستضافة بإمكان نكون راجع ورح نحط الروابط كله بالdescription والآن ننتقل لعرضنا الخاص على شركة hostigator لكن بعد الفاصل الآن عشان نشوف عرض نرخاص على شركة hostigator الاستضافة المشتركة نروح المقالة أو بإمكان نضغط هنا أو من رابط description اذا مش حابة بتدخل على المقالة بتدخل بتشوف العرضنا الخاص على hostigator في نقطة همة جدا انه انشاء الموقع عملية سهلة جدا يعني في شروح كثيرة على اليوتيوب فمش رح تلاقي صعوبة لكن الصعوبة الصراحة رح تعاني منها بعد ما تكتب مقالات بعد ما تنشئ مدونتك نحن ايمان منها بها الشي انه الصعوبة رح تفاجأ فيها ففي عنا فريق مختص الحمد الله بالسيو طلبنا منه عندنا ادوات مدفوع انه نعمل تسهيل للزائرين تسهيل لل اللي بيشتري الزبائن اللي بيشتري باستضافة انه نعمل لهم بونس مجاني اللي هو طريقة نحو التصدف نتاج البحث خدمات تحليل للمنافسين مجانا زي ما حنشوف بمكانك اطلو عليه مش هيك نفصل فاذا حضرتك عندك موقع او مدون او متجر صلو مسان سنة او اكتر حابب نعمل لك التحليل شامل الو من ناحية نقاط القوة من نقاط الضعف ومع اثنين منافسين اما اذا ما عندك موقع او متجر او 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 جديد تبحث بجوجل اول ثلاثة نتائج ادي يكون اه مثلا الدومين الرئيسي ادي يكون مش حملات او كذا دومين موقع يعني عشان نعمل له تحليل اه ونشوف نقاط الضعف نقاط القوة نحن راح نركز لك على الكلمات المفتاحية وترتيب المنافسية كفية على جوجل يعني الكلمات اللي جابت معهم زيارات ومن اي بلد مساعدة الزيارات او قوة وضعفة عشان تعرف تكتب زيها بالضبط تركز عليها وافضل مقالات المنافسين دي كلمات المفتاحية اما دي افضل مقالات بشكل عام يعني ديك بشكل مفصل دي بشكل عام هو اكثر زيارات المقالات عشان تركز عليها والمقالات المجايبة زيارات ما تركز عليها وهنا اقوى عشر منافسين في مجاله عشان تتابعهم وبالاول تقلدهم بعد تبتتع وتساوي استراتيجية خاصة فيك واخر شيء احصائيات مع مصادر ومع طبعا جوجل بعتبر عامل تصدر هام جدا في تصدر المنافسين فنحن رحنا نعطيك احصائيات في ومع فكلما كان اعلى بيكون افضل وكلما كان اقل بيكون افضل فاذا كان المنافسين عاملين باكلينكات عندهم انت المفروض ما تعمله واذا كان عندهم باكلينك عاملين مع عادي فالمفروض حضرتك تساوي مثلهم مش تنسق ولصة لكن تقلدهم في نفس المواقع تحط مقالاتك وتنشر عشان تنفسهم وبعد تتصدر ويتصليق استراتيجية خاصة فاذا حبيت تشترك بالاستضافة وتضغط على الرابط طبعا الخاصة من المهل رح نرسل لك الملفات بمجلل مضغوط امتداد CSV واذا حابب تحمل برنامج تضغط هنا على نظام Windows عشان يستعرضوا او من برنامج Excel لكن بده شوية تحتراف عشان تشتغل معه اذا كان على Excel اما دا اسهل كثير تحمله على Windows وبعد ما يتم الشراء للإستضافة طبعا اقل خطة سنة واكتر نضغط على املاء الفورم بعد شراء استضافة ومنكمل مع بعض نضغط هنا املاء الفورم بشكل عادي جدا طبعا هنا عاملين نحن كاتبين شو هي الخدمات بتاعتنا هنا عنوان البريد بتاع حضرتك راح ترسلنا عليه اسم المشتري رقم الفاتورة شراء لإستضافة يعني طبعا الخدمة دي تم عملية شراء بشكل صحيح زي ما شرحنا بالفيديو سابقا بتحط نهار مفاتورة الشراء لاستضافة هنا هنا الدومين بتاع حضرتك اللي اما الجديد الدومين الجديد او الدومين اللي حضرتك راح تربطه بالاستضافة اللي وسجلته زي ما شرحنا بالفيديو وهنا راح نختار اي شركة استضافة حسب الشركات نحن مندعم دون لكن اقل الخطة لازم يكون سنة او اكثر يعني ما تشترك شهر او ستة اشهر تقول لي مسلا عاوز الخدمة دي الخدمة السيو يعني دي موضة كلها بحصة السمن يعني نحن راح نعمل لك مجان ان شاء الله فاي بتحدد هنا الروابط المنافسين الثلاث اذا كان حضرتك عندك مدونة او موقع او متجر نحن راح نعمل لك تحليل اذا تحط النا الرابط كامل مع ال.com هنا المنافس اذا كان ما عندك متجر وحضرتك مبتدئ حط لنا ثلاث منافسين الأول الثاني طبعا بالنيتش بتاع حضرتك بمجالك حضرتك بتختار بتشوف مين متصدر في جوجل بتحط نحن بنعطيك الملفات وبدأ تساوي عملية تحليل وتشتغل ان شاء الله متل ما عملوا هنا اذا حبينا نشوف عروضنا لأخرى الموقع وهنا اذا حبينا زي مؤن نحمل ملف مجلد عفوا برنامج بتاع ويندوز عشان يعرض نها او على ال اكسل اذا حبينا نضغط هنا عشان نحمله الان بعد نعطيه ارسال بكده بيعود بيجينا ايميل نحن بنعمل عملية تأكد وتحقق من المعلومات اللي حضرتكم حضرته ومن تمهلونا تقريبا من ثلاث ايام لأسبوع بالكتير ان شاء الله من بنعطيه للمختصين بالسيو عندنا عشان يعملو لكم تحليل شامل بال المنافسين بتاعكم نرسلكون يون على نفس الايميل وانتو بعد ان شاء الله التوفيق بيد الله وكده بكون ان شاء الله شرحنا كل شي عن الاستضافة بتوفيق لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته